أهلا بكم من جديد الحقيقة الرياضة المصرية في كل أشكالها وفي كل ألعابها سواء كانت فردية أو جماعية لعيبة أو جهاز فني أو مدربين كلهم موجودين على أعلى مستوى عندنا كمان حكام متميزين في مختلف الألعاب لما بني أتكلم عن الحكام في الألعاب الرياضية لازم نقول أنهم حيمثلوا مصر في أولمبياد باريس 20-24 حاجة تشرف الحقيقة مننا وفرصة كمان عشان نتعرف على الحكام اللي هيكونوا في أولمبياد باريس دعونا نرحب بضفتنا كابتن إيمان عرام الحاكم الدولي ورئيس اللجنة الفنية للسباحة التوقعية بالاتحاد المصري للسباحة لأنه وراءنا صباح الخير عليك صباح النور يا أهلا وسهلا بيك طبعا بن بارك لحضرتك طبعا وعايزنا نعرف في البداية شعورك بقى لما عرفت أن أنت هتكون يضم الفريق التحكيمي في أولمبياد باريس طبعا انبسطت جدا لأن الموضوع مش سهل قوي بيبقوا نفسها جمدة على شامين يروح للأولمبيج جيمز زي بضبط اللاعبة فلما جالي الترشيح كنت سعيدة جدا جدا لأن أي حاكم عشان يوصل للبوزيشن ده بيبذل مجهود كبير قوي قوي لأن قدامه عدد كبير من الحكام الدوليين اللي بكلهم بيحاولوا وصولوا نفس البوينت فإنك توصل للأولمبيج جيمز هذا هو حق كوي سعيد طب كبتر إيمان خليل نبتدي كده من بداية شوية إحنا ما كاننا في الأوتربالي أو في الصباحة التوقعية كلعيبة كمدربين كحكام كالتحاد احكي لي بقى قصة كلها عشان نعرف إحنا إحنا إزاي موجودين في باريس عشرين أربع عشر نبتدي من 1984 السيدة سوفي صررت الله يرحمها هي أول واحد رجعت الصباحة الفنية أو الصباحة التوقعية لمصر وشاركنا في أولمبياد لوس انجلس في 84 وأنا كنت في الأولمبيج جيمز دي المدربة بتاعت الفريق كبرت وبدأنا نعجز وننتجر للتحكيم دايما شباب ودايما متعلق الفريق المصري من 1984 وهو بينافس بيعتبره المؤهل الأفريقي يعني احنا أحسن بلد في أفريقيا صوت أفريقا بتعمل اللعبة في كذا بلد عربي بتعملها احنا نمبر ون فتأهيل أفريقي ده بداية مركزنا الدولي بيتطور بشكل بخطوات واسعة جدا جدا شاركنا السنة دي في الأعداد الأولمبي بتاعنا في ثلاث بطولات عالم آخر بطولة عالم نزلناها جبنا في أحد احنا عندنا كذا مسابقة جبنا في أحد المسابقات المركز الخامس على العالم كسبنا دول كبيرة كثير قوي احنا تأهلنا للأولمبيج جيمز كفريق كمنتخب مصري من فوكوكا في اليابان في الثلاثة عشرين وثلاثة وعشرين قدرنا في بطولة العالم اللي في مصر نجيب السيلفر ميدل الفضية في بطولة الفريق الحر احنا بننفس نفسنا المؤهلين الأولمبيج جيمز في اللعبة دي هم عشر فرق فقط احنا كنا داخلين على المركز الثامن لما تأهلنا هدفنا الكبير قوي كمصريين احنا نوصل للمركز السابع ونكسب أحد الفرق مش عايزة أقول اسمها عشان أنا حكم دولي على فكرة بخلي بالي قوي دلوقتي لما عمل أي بوست عشان أنا نوتر المفروض عظيم اني مبقاش متحيزة لمصر عشان قمت يعني فمصر يعني خطواتها في التطور كبيرة جدا جدا وجودها قوي كلاعبات وكحكام احنا عندنا كمصريين اتنين جوج اي واحنا عندنا كاتيجوريز جوج اي و جوج جي احنا عندنا اتنين مصريات منال حسن شركة في الإمبياد بتاع توكيو من مصر برضو كانت ممتازة وانا ان شاء الله همثل مصر في الأوليمبيج جيمز دي اي حد تاني هشارك حضرتك كمصريات كمصريين في تحكيم لا في تحكيم حضرتك بس وبياخد واحد من كل قارة طيب ده جميل جدا حضرتك قلت ان فيه مجهود كبير جدا عشان نصل الى هذه المكانة قولنا ايه كواليس الاختيار بتكون عاملة ازاي وايه المجهود اللي بيبزله الحكم عشان في النهاية يكون موجود فيه أوليمبياد باريس طيب عشان نبتواجد اساسا كحكم دولي احنا دينا تقييم سنوي بنخضر امتحان تحريري جزء منه عملي وجزء منه نظري لابد اشارك سنويا فيما لا يقل عن اربع بطولات دولية والحقيقة الفضل في انه تتاح لي الفرصة اني احقق الكريتيريا دي هو الاتحاد المصري السباحة هو الحقيقة لو مش كان بيدينا لسانس ان احنا نسافر ونحقق العدد المطلوب الدوليا مكنش مكنش حد فينا يقدر يتعقى صحيح وصلت للمكانة دي بعد تقييمات احنا في كل بطولة دولية بيبقى لنا مقيم يبعث لي ريزولتس اللي ناتجتي يقول لي انت عملت ايه صح وعملت ايه غلط كنت في السكور ده اعلى كنت في السكور ده اقل بيصولنا نسب التحيز اجينست ضد او معا بيصولنا نسب التركيز بيصولنا نسب الدخول والخلوق في مستوى التحكيم دركتي دقلت دركتي خرجت التقييمات دي سبيسيفيك او متدقيقة جدا علشان توصلك كحكم الى اعلى مستوى ما انا من بطولة لبطولة طبيعي لحنا بشر فممكن نغلط فمن بطولة لبطولة بحسن ادائي وبوصل الى احسن نيوترل تحكيم يعني تحكيم محايد على بقدر المستطاع من التقييمات دي لحققت الاربع المطلوبين خلال الدورة الاوليمبية بيحصلي ترشيح للكوميتي بتاعت افريقيا وافريقيا بترشحني كحكم ممثل عنها وبيحصل الاستجابة او عدم الاستجابة ايه اللي بتاخدوا بالكم منها اوي وانتو بتقيموا الفرق في نقاط صغيرة كده هي اللي بتبقي شايفاها من الاول تقولي الفريق ده هيبقى تمام الفريق ده مش هيبقى تمام من اول ايه عينك بتلمح من الاول كده تقولي انا حبقى شايفا سياق اللاعب كله هيبقى ماشي ازاي احنا من اربعة وتمانين لغات الاوليمبيك في توكيو كان التحكيم فردي بحد نظريتي فقط التحكيم تغير من حوالي اربع سنين وبقى مور سبسيفيك يعني دقيق اكتر بمعنى انه انا كحكم لي رؤية واحد انا هتفرج على صعوبات اللاعبة الحكم الاخر بيتفرج على الاداء الفني الحكم الاخر بيتفرج على العناصر فبقى كل واحد فينا باصلت في حتة معينة مش مركز مع حتة تانية يعني انا وانت بتتفرجي كمتفرج تستمتعي انا ببقى مستمتع بس في الجزئية فقط اللي انا هقول فيها عشرة من عشرة او خمسة من عشرة فالتركيز النهام نفسها اتقسمت فبقى كل حكم مسؤول عن حاجة معينة يركز فيها بس اكزاكلي فبالتالي لما كلنا بنحصل لنا سينكينج للدرجات تليقى فعلاً ظهر ان الفريق ده هو اقوى واحد بقرار عشر حكام او قال له واحد احنا بدنا قاعدين على التحكيم عشر حكام على الاقل وستة اخرين حكم بيحكم تلاتة بيحكموا الاخطاء يعني احنا كنا زمان نبص احنا كمان على الاخطاء لا دلوقتي في غيرنا بيبص على الاخطاء فقط ويعدها ويشوف كم حد جب تمانين غلطة يعني انت ممكن تتفرج تقول يا دول زي المراية واحنا شايفين سبعين غلطة انت مش شايفهم حقيقي بس متقسمين يعني كل عدد من الحكام بيبقى مقسم حاجة معينة ده حيبص على التناغم ده حيبص على الاداء ده حيبص على الفتنس والمرونة ده كل واحد بيبقى عارف انتم مقسمين احنا عشر حكام خمسة بيحكموا العناصر وخمسة بيحكموا التعبير الفني الارتيستيك امبريشن الارتيستيك امبريشن هو الاداء الفني اللي هو تأليف توافق مع الموسيقى توافق اللاعبات مع بعضها الدخول والخروج من المية اوكي والفريق الاخر من الحكام بيحكم الاداء الجيد او الضعيف للعناصر الاجبارية كل فريق لابد مثلا يؤدي سبع عناصر اجبارية اللي هم اللي هم مثلا احنا حافظينهم لكنتو مش تفهمون يعني فريق زام على سبيل مثال بنت تطلع برجليها لفوق تفتح سبريت يطيروها في الهوى ازاي الاكروباتيكس دي عناصر بتوقع مكتبالنا في بيبر دي حركات بتبقى مبهرة جدا بالنسبالنا واحنا قاعدين بنتفرق بناوسطين اوي بنات طويرة وبدين تنزل تعوم وبعدين تطلع مبتتمة لهم بيموتوا بيتدربوا على ازاي ما يحسسكيش بتعب هو مفروض كل مقات كان اداء اللاعبات شيق وفيه ارتياحية في شو بيتعمل ودلوقتي على فكرة هو تغيير القانون حقيقة مستو انه ما بقاش فيه بطل ثابت يعني انا ممكن احنا رحنا مثلا بطولة العالم في الدوحة جبنا درجات اعلى كتير من البطولة قبلها رحنا بطولة العالم في فرنسا في احد الفرق طلعنا الخامس على العالم كسبنا اوكرانيا وكسبنا اليابان يعني عمرينما في حياتنا ايه اللي تغير في القانون القانون لما خلانا متخصصين اكتر التخصص خلى كل كل بلد عندها ميزة عن الاخرى تبرز اكتر وبالتالي الدرجات بتختلف يعني احيانا بلد تد تاخد في الصعوبة مثلا تمانية من عشرة وتاخد في الاداء الفني التأليف اربعة ونص لان التأليف مش هايل اهم جامدين واقوية وبالتالي هناك توازن لعبتنا لعبة فن وصعوبات مش بس حد بيزقه في الهوى وخلاص لابد يكون اسمها السباحة الفنية اذا السباحة دي ما تكنتش ماشي مع الموسيقى بشكل منسجم ما كانتش اللاعبات متوافقين مع بعض بشكل منسجم ما يبقاش فيها فن ولا ابداع صحيح حركة اللاعب مع الموسيقى اكزاكلا ولازم يكون في تنسيق ما بينهم كلاعبين عشان يقدروا حركة في نفس التوقيت وحديقة الكلمة بقى على النقاط ازاي بيتم احتساب النقاط ده اكويجين بقى على الكمبيوتر يعني انا مثلا انا كحكم ليه طلع درجتي على لابتوبس او ايبادز منحط الدرجة بتظهر عندهم على طول هو فيه اكويجين وفيه درجات صعوبة بده تتضرب على طول جوه بتطلع الدرجة بشكل غير خالص لانا اديته انا ممكن ابقى مدية متوسط للتحكيم ما بين الدرجات ياخده متوسط بيضربها في درجات الصعوبة ويطلع في الاخر درجة كبيرة كده بالميات والمتنات يعني اكويجين اه فكرة وجود معادلات هي اللي بتطلع النتيجة النهائية طيب مش عايز اقول كده يعني بس امتى الحكام بيبقوا اشرار امتى الحكام ما بيبقوش يعني مريحين بالنسبة لللاعبين مهمة قوي لناس كتير قوي بالذات اللي كانوا بيلعبوا رياضات فردية بيبقوا عارفين منو هما نزلين الملعب ايا كان بقى شكل الملعب او او البسين او ايا كان يعني في اخطاء او في حاجات بتبقى الحكم فيها متشدد وفي حاجات بيبقى الحكم فيها ازاي الحكم يبقى مريح لللاعب ما يبقاش هو بيأثر على ادائه هو الحقيقة طبيعي اللي عايبة تخاف من الحكام لكن كل الحكام لطاف جدا مو عندهمش ابدا ده الاثكس اللي احنا نشغلين بها ما فيش نية للتحيز مع او ضد ولكن قد تحدث امتى الحكم يبقى مرعب في حتة واحدة في القانون الجديد فيه بقى فيها جزئية اسمها بيزمارك يعني ايه؟ يعني ممكن اللاعبة تشوفها انت جميلة واحنا نديها صفر انا مش كحكم فيه طرابيزة اسمها بتدي البيزمارك يعني بتتأكد من اداء الصعوبات اللي هما كانت بينها اي فريق بيتقدم وراء يقول انا هعمل كذا وكذا وكذا لو الفريق مقداش الحركة مكتملة بالشكل اللي هو كذبه بيتنزل دركته على سبيل المثال من صعوبة اربعين لحاجة وعشرين فتاخد تجر لما اندقل الارقام دي في الاكويجن تجر الفريق من نومبر ون لنومبر تان نومبر عشرة مثلا فالبيزمارك هي اكتر حاجة دلوقتي بتقلق على اللاعبين في العالم كله وانقدرش نضمن اني انا مصر هعمل بيزمارك لا انا رحت بطولة ما عملتش بيزمارك خالص واللي بعتها عملت بيزمارك مش خطأ لانه انما هو رؤية المدقق قاعد ده بيفرق بقى في التصنيف كمنتخب يعني المنتخب ده عنده عدد من البيزمارك او مع اندوش او ده بيفرق هو المنتخب لو خدت واحدة بيزمارك راح برا هل بيكون فيه عقوبات طيب اه فيه لو اللاعبين بيزقوا بعض ويقبطوا داسوا على الارض ومشيلوا ده ياخدوا منس 2 مارك ينقصوا دركتين لو اللاعبات هما داخلين في الستارت وطولوا عن العشرين او 30 ثانية محددة ياخدوا اوكي لو اللاعبات بتعمل مع بعض وخبطوا في بعض مثلا بنون قصد في حاجة اسمها ممكن ياخدوا زيرو فاذا هما بيتمرنوا لدرجة ان هما يبقوا زي خيال بعض يعني بنمرنهم ازاي حتى وهم نازلين تحت يبقى النفس شها بها بعض لو انا عملنا ايدنا كده يبقى كلنا بنعمل كده ما ينفعش انا عمل كده وهي تعمل كده عشان محصلش فالحقيقة التزامن في اللعبة دي هو اصعب حاجة فيها اللعبة صعبة جدا بس شيقة جدا فيها فن عالي اوي اوي وفيها قوة بدنية رهيبة يعني التعجبات بس بيزوء الارض احنا بنزوء المية يعني شوف العضلة يعني انت متزوء الارض تتطير لكن اما تزوء المية وعايز تتطير ورا فهي بتاخد مأمهود كبير فريقنا المصري رائع ممتازين كلهم صغيرين في السن كمان ونتوقع لهم ان شاء الله ما كانش في الاوليمبيكز زي الاوليمبيكز اللي بعدها ميداليا ان شاء الله مصر في اللعبة دي قوي جدا جدا وعندها من الحكام قوي قوي دوليا مش بس محليا الاتحاد المصري يصيبها عمل انشطة كبيرة للعبة بيدعمها بشكل رائع الحقيقي اللعبة قد تكون فرضة نفسها والاتحاد المصري بيدي لكل الحكام عشان يحققوا الكريتيريا اللي انا حققتها فكل واحد له فترة يحقق الكمية من الاحتكاكات المطلوبة عشان يؤهل في المراحل اللي جاية بيبقى لعبة الوليمبية ان شاء الله التقييم بيبقى كمان داخل فيه احنا عارفين انها لعبة فيها بتعتمد برضو على الشو بتعتمد على الإبهار بيبقى بتعتمد كمان على المايو نفسه أو الكوستيوم الملبوس بيبقى بتعتمد على الموسيقى المختارة قد ايه هي أصلية وقد ايه هي محلية ده ممكن يكون بيفرق في التقييم ولا صعوبة الحركات فقط لغير كل حاجة من المشي الأولينية المايو كنا زمان ما كانش فيه المايو دلوقتي اذا عبر عن الرؤية بتاع التأليف الموسيقى المايو بياخد درجات تصريح الشعر بتأثر على يعني هي ملهاش لكن الشكل العام اللي بيديكي احساس أنا نازلة أعمل موسيقى شرقي أنا نازلة أعمل سبانيش أنا نازلة أي لو حد عمل على مايكل جاكسن يعني احنا مصر عملت في الأوليمبيكس في 2016 موسيقى مايكل جاكسن ولبسوا مايو كانوا مايكل جاكسن أخدوا السكسي رائع جداً وجابوا وطلعوا السابع على الأوليمبيك جيمز فكانت رائعة دلوقتي بقى لها بقى درجات يعني زمان ما كانش ليها درجات كانت تبقى فورفان دلوقتي بقيت ليها درجات وتفرق قوي قوي توقع على الحكام وثابت إمبريشن فالحاكم انت داخل الفريق وهو داخل مستريح إنه اللي قدامه قدامه دي أثار العجاب ما تجيب حكيم يا حضرتك وكان ده كلام لما تدي إمبريشن جيد للحاكم إنها إنها بتجسم الموسيقى أو إن الموسيقى متقلفة للناس دول إجزاكلي مهيئة نفسياً إنهم حتة الموسيقى بقى بيطلبوا من الفرق يعني قبل الأوليمبياد يعملوا حاجة اسمها موسيقى لازم يقول لهم نقول الموسيقى خدناها من فين ومتقلفة سنة كام وحقوق الإختراع يعني حتى الموسيقى بقيت تقولي كل الموسيقى من الثانية كذا للثانية كذا فيها إيه؟ وكل حد لازم يحدد لأنه ممكن يعني حاجة ممكن تنظيمية لكن لابد أن نعبر على الموسيقى بالتفصيل بالمكوناتها بمؤلفينها ولو الموسيقى دي كانت متقلفة سنة كذا وتعدلت أو حصل لها إعادة تغيير يعني إعادة توزيع يبقى لازم نقول سنة كام فحتى الموسيقى بيدققوا فيها جداً أكيد طيب إحنا مش جداد في الألعاب الأولمبية كرياضة السباحة التوقعية إحنا لينا خبرات فيها ولينا هل من ضمن الميداليات اللي إحنا إن شاء الله بنقول مصر حاجزاها من ضمنها وحتكون ميدالية من ميداليات السباحة التوقعية ولا إحنا بالنافس وإن شاء الله موجودين في دور التمانية ونتوقع إن إحنا بإذن الله في أولمبيكس جديدة نكون أحسن والله محدش بتمانا ميدالية أنا عارفة حساسية الكلام اللي بقوله علشان علاقته بالتحكيم لكن كمتفرجة وكمشاهدة كمشاهدة إن شاء الله نتمنى إن إحنا ما نخدش بيزمارسك خالص ولو ما نخدش بيزمارسك ممكن نضطه فوق مين عارف ممكن نعمل إيه لإني أنا بقولك آخر بطولة إحنا كسبنا اليابان إحنا عمرنا ما كسبنا اليابان كسبنا يوكريين يوكريين دول أبطال العالم فهي ديبان يتوقف على الأداء الجيد أو لا قدر الله أحيانا بتحصل عارفة يعني إيه لما بلعبها ما وصلتش عشر تن دجريز بس عن مكانها تاخد بيزمارسك فالحساسية دي في التقييم بتطلع ناس هو نزل تحت بتبقوا معتمدين على عينكم بس ولا على الكاميرات مسبتة في حمام السباحة بحيث أنكم بتبقوا قادرين تشوفوا حركتهم حركت رجليهم مع بعض حركتهم هما تحت المية بتبقوا معتمدين على إيه بصي سباحة سباحة واضح على فكرة بصي هو لازم يحطوا اتنين كاميرا بيصوروا من كل جن كاميرا بتصور الأخطاء وكاميرا بتصور وكاميرا بتصور الأداء لو حصل بيزمارك اللي هو يعني العقاب اللي بيدي صفر ده تقريبا بنعمل إعادة مراجعة مراجعة لللي بيحصل علشان نشوف إذا كان اللي قرار الحكم زي 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 الفار يشوفوا قرار الحكم صح ولا لأ ومن حق الدولة اللي تاخد بيزمارك وتبقى متشككة فيه تقدم بروتست ويبصوا فيه ويراجوا عن نفسهم قبل الإعلان النتيجة بالكامل خلال نصف ساعة من الأداء وبالتالي لابد يكون فيه كاميرات بتصور علشان إعادة التقدير إعادة التقييم لو فيه فروتست أما في الطبيعي عنين الحكم المقيم لدرجات الصعبة هو اللي بيحدد أو لا بيبقوا ثلاثة مش بقى حكم واحد بيبقى فيه كونسولتو طيب حضرك في النهاية بس تطمينين على مستوى الفريق المصري ومستوى المدربين كمان المصريين مدربات المصريات أساسا لعبات قومية يعني هما خريجي منتخب مصر معظمهم كانوا تلاميذي على سبيل المثال يعني من العجوزة أوي أصلي فكلهم كانوا أوليمبياد كلهم معنا ياسمين لاطيف المدير الفني عزيزة مدرب عام عزيزة محمود ميموسعد مدرب وناريمان خالد مساعد مدرب في الأوليمبياد جيمز الحقيقة احنا عندنا اشي بسيط احنا بنجهز اتنشر لعبات بس احنا من نشر حق أغير بنشارك بتمانية فاحنا في الأسبوعين دول في مرحلة تصفية تصفية ومعنا واحدة احتياتي تصوري انه الاحتياتي مش من حقها تبقى موجودة إلا لو حد من التمانية جارت له مشكلة فالموضوع طايت اوي مدرباتنا قويين جدا مؤهلين جدا عندهم زكاء وشطارة احنا شطرين اوي في اللعبة وعندهم قدر على التأليف يعملوا كوريوغرافي ما حصلش لينا حس مختلفة عن العالم كله اما تيجي مصر تومي ويقى شكلنا مختلفين احنا مختلفين حقيقي احنا كأفريقيا وكعرب مختلفين فدايما يبقى لنا سيكسية مختلفة عن غيرنا بالتميزة الموضوع بحتاج دراسة مزيكة اه طبعا اللي بدارس مزيكة بيفهم اكتر لكن مش مضطر يعني انا مدرستش مزيكة وكنت كوريوغرافر لانه مع الوقت والممارسة بتفهمي بتعرفي فين السؤال وفين الجواب وان يعمل ايه يعني بتبقى تالنتد اكتر منها اكتر منها حاجة ركيت كابتن ايمان عرام الحكم الدولي ايه ورئيس اللجنة الفنية لسباحة توقعية بالاتحاد المصري لسباحة نورتينا وشرفتينا ودتينا جرع التفاؤل ان شاء الله نتوقع خير نورتينا وشرفتينا وبالتوفيق لك شكرا شكرا